بسم الله الرحمن الرحيم اخواتي وحباب الكرام بنجدد لقائنا معاكم النهاردة يا جماعة حلقة تكملة نجاح مشروعك في تربية الارانب الحلقة الثانية ان شاء الله لان مشروع الارانب سلسلة حلقات لازما ان احنا كلنا نعرفها ونتعلمها ونحفظها علشان مشروع الارانب بتاعنا ينجح نكرمنا الحلقة اللي فات عن نظافة البطاريات والمكان المناسب وتوفير الميا النظيفة والعلف النظيف النهاردة يا جماعة هنتكلم برضو عن توفير الفيتامينات والادوية والمطهرات بجميع انواعها طبعا يا جماعة فيه المطهير الفرمالين برضو بنطهر بول مكان الجير الحامي يا جماعة بنطهر بول مكان لازما يكون متوفر عندك فيتامين الف دال ثلاثة لازما يكون متوفر معاك في المشروع بتاعك علشان ان انت تزيد نسبة الارانب معاك وحجم الارانب معاك بالنسبة يا جماعة الاملاح المعدنية عامل اساسي لابد منه ان يكون متوفر عندك في مزرعتك او في المشروع بتاعك الاملاح المعدنية لازما تكون متوفرة طبعا يا جماعة بالنسبة لانواع التطهير وانواع التطهير اللي هو الديتول والفينيك والجير الحامي والفرمالين الحاجات يا جماعة اللي هي بتطهر المكان وبتعكم المكان والبطاريات والسيلك والارضيات والحطان لازما الحاجات دي يا جماعة تكون متوفرة دي اعوامل اساسية لازما تكون متوفرة طبعا يا جماعة لازما يكون متوفرة عندك الأدوية زي مضاد السموم زي الا الي علاج الجرف المنك صايد هيا جماعة ده مرهم برضو شيء طبيعي لازما يكون متوفرة عندك برضو علاج للاسال اللي هو الانتينال يكون متوفرة عندك علشان لو حصل عندك اي حالة اسال تلحق يا جماعة protein وهو بشري ماشي اسمه انتنال ده مطهر معه يا جماعة حلو جدا للارانب ومفيد جدا للارانب يا جماعة في حالات الاسهال طبعا يا جماعة برضو لازم ان يكون متوفر عندك علاج للكلستريديا وكوكسيديا يكون الحاجات دي كلها متوفرة عندك علشان لو حصل عندك اي حالة ما تقوش بقى اني لسه هروح اجيب لسه هاجري لكون الحاجة دي يا يا جماعة تكون متوفرة عندك في مشروعك او في المكان اللي انت بتربي فيه الارانب سواء ان كنت بتربي في سطح البيت او ان كنت عامل مزرعة او ان كنت عامل مشروع صغير للاكتفاق الذاتي طبعا يا جماعة لازم ان تكون متوفرة عندك سجلات سجلات خاصة بالارانب بالنسبة للاناس والذكور زي ما انتم شايفين كده يا جماعة شوفوا يا جماعة اهو ده ورقة بتجيب تلزاقة على البكسة بتاعت البطارية ماشي الولادة بتاعت الارنبة بتبقى عارف الارنبة دي اتكسرت من الدكر امتى وتم التلقاح امتى يا جماعة وتاريخ التحصين امتى تاريخ الولادة لازم ان الحاجات ده كلها تكون متسجلة يا جماعة في سجلات ولازم ان تبقى عارف اه لو انت عندك مسلا اكتر من دكر دكر اتنين او تلاتة في مشروعك حسب ان كان مشروعك كبير او صغير تبقى انت عارف اني الانسة تلقحت من الدكر ده هوت وتم التلقيح الصحيح وتم العشار من الدكر ده يبقى انت كل مرة تحطها لنفس الدكر ده يا جماعة اللي هو حصل منه التلقيح الصحيح والارنبة دي تم العشار منه لو انت حطيت الارنبه مسلا لدكر وكسرت عليها وما تمش العشار ما قدش تحطها للدكر ده تاني تحطها للدكر التاني يا جماعة. ده برضو معلومات لازم ان احنا كلنا نكون عارفينها والكون متوفرة عندنا يا جماعة علشان مشروع الارانب بتاعنا ينجح يا جماعة السجلات اهم شيء يا جماعة السجلات عامل اساسي. لازم انت بقى انت عارف انت ملقح الارنبه يوم كام? يبقى انت عارف تعد للارنبه اربعتشر يوم من تاريخ التلقيح عشان يتم عملية جس الارنبه عشان تبقى عارف ان كانت مسكت عشار او لا. بتعد تلاتين يوم من تاريخ التلقيح تعد للارنبه وتحسب له عشان تعرف ان الارنبه يا جماعة بتولد وبتعشر تلاتين يوم وبتولد بعد التلاتين يوم. ممكن تولد تسعة وعشرين يوم. ممكن تولد واحد وتلاتين يوم. لو اتأخرت الارنبة يا جماعة معاك بعد تلاتة وتلاتين يوم يبقى لازم تستخدم حقن الطلق اصناعي خمسة في المية يا جماعة ان شاء الله ربنا بتكرمها اول ما بتاخد مسلا النص سنتي حقنة الطلق ربنا بتكرمها وايه? وبتنزل الولادة على طول. ده عوامل اسية يا جماعة لازم تكون متوفرة عندك في مشروعك في تربية الارنب يا جماعة. لو انت وفرت الحاجات اللي احنا بنونا ديها. هتلاقي مشروعك ناجح يا جماعة. هتلاقي عندك نسبة اه انتا كويس يا جماعة دي ما انتش شايفين قوت. هتلاقي عندك اه الارنب عندك ما شاء الله بتزيد باستمرار. تمام? بتلاقي في نجاح في المشروع. اما لو انت ما اتبعتش الخطوات دي يا جماعة واثرت بقى في اي حاجة من الكلام ده شيء طبيعي هتلاقي الارانب معاك ضعيفة ومش بتكبر. هتلاقي الارانب معاك بتموت. ماشي. هتلاقي مشروعك بيرجع لورا وتبدأ انت ايه تزهق منه بصورة. فا انت علشان ما تزهقش يا جماعة من الموضوع الضوات. هت الحاجات ده كلها في الاول وخليها عندك. ان يا جماعة كدة كدة الصلاحيات بتاعة الفيتامينات بالتلت سنين. صلاحيات الاملاحة المعدنية بالتلت سنين. اه الحاجات ده كلها صلاحيات يا جماعة ممدودة. ما شيء? وان شاء الله يا جماعة احنا في شهر اه تلاتة تحسنات التسامم الدمو يا جماعة نزلت VISTA الصيدليات البطارية. موجودة حلالة يا جماعة في الصيدليات تحصينات التسمم الدموي. بتاعة شهر تلاتة يا جماعة. موجودة حلالة في الصيدليات. الانبول خمسة سنتي الاسباني. موجود بخمسة وتسعين جنيه يا جماعة في الصيدليات ان شاء الله. ولما نرجيبه هنحقينه قدام منكم. كل ارنب بياخد نصف سنتي. كل ارنب يا جماعة بياخد نصف سنتي. ده بالنسبة للتحصينات الارانب الكبيرة. الاميات والذكور. اما الارانب الصغيارة اقل من شهرين. ما تاخدش تحصين تسمم دموي يا جماعة. اكتر من شهرين لو انت مسلا ارنب عادة معاك الشهرين وهتربيه ان انت تستخدمه كيولد عندك او دكر تستخدمه ان هو يكسر عندك. يبقى لازم ان تدي له تحصين تسمم الدموي. اما لو انت هتبيعوا لحمة يا جماعة. ما تحقنوش تسمم دموي. ارجو الاشتراك في القناة. تفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.